طبعا كلنا بنحبهم كلهم بس انت اكيد في واحد قريب منك كده لمجرد ان انت بتسمع اسمه وتبقى مبسوط بصوا هكابتين ياسر حبيبي يعني ياسر على تواصل يعني ياسر براهيم اه اه حتى على تواصل دايما على التليفون اه ودايما يعني اه في اي مناسبة اه لا محترم بصراحة حتى جالي في المدرج يوم مطش السوبر بعد المطش اه اه جالي في المدرج له محترم بصراحة وبنتواصل وبنتكلف كل حاجة وبيسمع مني يعني مثلا اقول له في كذا وفي كذا بيتقبل يعني اه اي حاجة نقد فني يعني في المطش اي حاجة بس تكلم فيه اي حاجة اي حاجة بصراحة اه محترم يعني وكلهم احنا احنا ارتبطنا بهم اكتر بقى لي قابلناهم كم مرة يعني في الامارات وكده فشوفناهم عن قربة يعني فتحسن هما ما شاء الله كلهم يعني ايه تحسن انهم روحوا واحدة وقلبوا واحد ونفس الطباع على فكرة يعني قريبين كلهم من بعض اه شيخ احمد برضو يعني كيف بدأ حبك للنادي الاهلي يعني ايه اللي حصل عشان تحب نادي الاهلي والله هو كان في يوم استمعنا كان يعني احنا عندنا البلد كلها غالبها يعني المنصورة اه طبعا معروفة مصر كلها يعني نسبتها كم يعني ماشي كم يعني انا معرفش كم يعني اقول مية واثنين كده مية واثنين مليون يعني مية واثنين مليون اه مسلا يعني من مية اه مسلا فإحنا عندنا البلد القرية كمان أهلوية أوي فكان في اليوم القرية اسمها البرامون البرامون دي تبع مركز المنصورة ففي اليوم ده قالوا فيه مطش الأهلي والزمالك فدي كانت البداية أنا قاعدت أتفرجت على المطش ده لكسبنا 2-0 كان الكابتن حسام وفليكس في المطش ده فبدأت بقى خلاص أنت حسيت أنه هو ده أنت كنت رأح يعني مش فارق معك أهلي ولا زمالك ما كنتش عارف بقى أنا كنت لسه البداية ففتحنا التلفزيون ونتفرج مع الناس بدأ بقى أهلي والزمالك بدأت بقى أتابع بقى وأعرف بقى اللعيبة آه آه والفرقة ماشي أزاي وكم نقطة وبدأت أتابع بقى من كده طبعا بقى بعد كده الأهلي والمنصورة في نهاء الكاس والكلام من ده وطبعا آه بس أهلي والمنصورة بس بردو الأهلي بردو أنت مشاجع الأهلي بردو طبع طبع طيب تفتكر أكتر مباراة أنت كنت الآن من هكذا طوال عمرك يعني فيما يخصنا دي الأهلي بس الحمد لله كسبناه والله هو الحمد لله مش كتير يعني إحنا دائما بنراهن على اللعيبة بتاعتنا يعني آه بس اللي كان لو تستكرا كابتن إسلام الأهلي والترجي اللي كان بتاع علي معلول وآجاي علي معلول وآجاي إحنا كسبناه 2-1 اللي كنا متعقلين فيه في القارة 2-2 آه فأنا كنت اللي كان كان أم كابتن حسام بدري حسام بدري آه في المطش ده يعني أنا 2-2-2 خلاص يعني أنا حاسيت نحنا بره بره آه فمتوقعتش بصراحة إن إحنا نكسب هناك وبعدين إحنا تقدموا علينا هما بضربة جزاء أي في آخر الشروط الأول بتاعت علي معلول آه اللي حسابها على علي معلول آه المطش ده كان من المطشات الصعبة واللي أنا حسيت إن إحنا مش يعني إيه كان الترجي برده وكان فيه قبل بقى يعني ما يبقى يعني إيه يتفرغ من النجوم كده كان كله بقى مجموعة كبيرة وكلهم لعب النجوم فكان مطش صعب ده كان من المطشات كمان مطش بتاع نهاية 2020 بصراحة آه كنت مقلق بس من الملابسات والظروف اللي قابله مش من المطش نفسه يعني نادي الأقلي كانت ساعتها محطوث تحت ضغط كبير جدا ولكن بدعوات جا مهيره وجهد لاعبية ومجلس إدارته وجهازه الفني الأمور اختلفتها هي كانت تتويج بصراحة لالسنة والجوه ده كان برضو جاية بعد 2019 ودوري ده كان صعب آه بتاع 2019 ده كان صح عنينا فيه جامد آه إصابات بقى وطحكيم وكل عاجة أه فاما جات بعضه فكانت حلوة يعني كانت مناسبة كويسة فنيا بقى شايف كولر ازاي؟ احسن حاجة فيه انه هو عادل عادل وهادي انا بقول حالك عشان انا يعني شوية قريب من بعضهم يعني فنحس ان الناس كلها حباها كل اللاعبين اللي بيلعبه ما بيلعبش اه 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 هو كله بيلعب احنا نعتبر انه ما فيش حد ما بيلعبش يعني ممكن اسم او اثنين لكن الكل بياخد فرص فعشان كده الحمدلله احنا اصابتنا قليلة يعني الكم اصابة اللي عندنا لا الاصابات الطويلة للصليب وكده لكن الاصابات اللي العضلية والكلام من ده اه لا ما شاء الله ورغم انك كله بيشارك ويعني مش كل ما كانتش بياخد راحات زي قبل كده اه وده كانت الموضوع اللي كان بيداق الواحد اه انك بتلاقي الناس بترايح بالعشر ايوم وخمسة ريوم واثناشر يوم فبينزل ففجأة تلاقي الخلفية لا مش عارف ايه فتحس ان اه قبل كده اه طبعا اه اوك فكنت بتعاني من كده اه لكن السنة دي ما شاء الله كله فائق انت بتفنش في الدوري والناس يوقف على رجليها وما فيش اي حاجة واي حد هينزل هي يكسبك صحيح طب برده شيخ احمد اه انبالح في المباراة مباراة الكاس وفوزر الالي على منتخب السويس قبل المباراة الكل قال لك اصلي دي مباراة مش عارف ايه وسهله وكذا وكذا بعد المباراة شفت انت بقى الشيخ احمد شاف المباراة ازاي هو الكاس كده هو الكاس كده يعني ايه فرقة ممكن يعني وحصلت كتير اه انت لان انت مش 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 معاك هما مفيش احد كهكات بينك وبينهم فانت مش عارفهم هو عنده دوافع اكتر منك وبيلعب مريح عنك كتير مهم ومش هو مش فارق معايا يعني وممكن كرة عادية جدا تيجي كده فتدخل في يعني الموضوع ده بيبقى قائم على بطولات الكاس شوية ايه فيها نسبة حز شوية اوكي وحاكي وحاكي وحاكيه مخطرة فتلاقي مثلا حتى على مستوى كل الدول يعني مش عندينا عادي نباس طبعا لاقي ناس اسماء مش معروفة خالص وفاجأة خدت البطولة منين ممكن ما تظهرش تاني فانت كنت معرض لحاجة زي كده وده اللي بيحصل في الكاس ان هو ماتش واحد لكن هو كان ماتش على فكرة يعني برضو احنا ضاعت مننا كور كتير احرازنا هدف وضع مننا كتير جد بس برضو يعني برضو انت برضو بتراين على الفوارق كبيرة برضو الحمد لله الفوارق كبيرة ما بين الناد الاهلي و احد تاني الحمد لله الدوري السنة بقى شايفو ازاي عندنا مباراة يوم الخميس القادم مع البدايات مع البنك الاهلي والله ماتش البنك دايما بيكون ماتش يعني تقيل شوي وهو يعني هم عندهم لعبة كويسة تمام وحس ان بيلعبوا معنا بدوافع كبيرة قوي يعني بس في الاخر برضو تخلص لنا يعني لكن الحمد لله احنا مشين كويس برضو ما يقلقش ما يقلقش انت يعني خصصا كمان لما بتجيب في الاول بترتاح يعني لو تسجل في الاول الماتشة او كده الدنيا بتهدى معك شوية والحمد لله يعني يريحك شوية السنادي ان عندك بديل اه 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 فهما برضو فرقة زي ما قلت لحضرتك ايه عندهم كافراد كويسين لكن انت برضو عندك جماعيا وافراد بكل يعني انت الجماعية عندك اعلى صحيح اه شكا احمد لما الاهلي بيخسر بتعمل ايه مستكرة الاسلام انا كنا زمان في مدرسة المدرسة دي كانت مدرسة داخلية كنا بنروح مثلا كل اسبوع اه كان يوم ما يحصل مثلا المطش الاهلي ايه اتغلب فيه او كنت شاكل اه وتلاقي بقى تعيط وتزعل ومزاجك يقلب وما تكلمش حد كان كل المدرسة عارف عني كده اه طبعا فكان كله عارف عني كده في المدرسة اول ما الاهلي يتغلب او يحصل حاجة زي كده يا اما اللي يجي يكلمك يعني يواسك او كده او يبدع انك حلوش كلمك في حاجة خالص يسبوك في حالك بس اه لغيت بتتعدل بالمطش اللي بعد بقى بمناسبة وجودك في الامارات